خاليني أسأل حضرتك بقى طبعا مصر يعني على أعتاب أن هي تكون بتستخدم 20% من الطاقة بتاعتها طاقة متجددة وده شيء رائع جدا خصوصا زي ما حضرتك قلت أن مصر ملهاش زنب لكنها تسعة وهي كمان فيما هي تسعة هي بتستفيد من المنح الدولية لأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الأوروبي والعربي وأكتر من مانح للاقتصاد الأخضر عندنا ميزة أن الاقتصادات النشئة أو اللي بتقوم أو القوية عندها ميزة أن هي بدل ما حتبدل المكان دي بتعمل مكان جديد يعني إنشاء مصانع جديدة على أسس الاقتصاد الأخضر ده شيء طيب جدا خليني أسألك عن لقاء من أهم اللقاءات اللي حصلت بين الرئيس وبين الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر يعني بتشوف ده في إطار عودة الثقة ما بين البلدين ولا بتشوفه بعد تحقيق إجراءات جيدة من جانب قطر لإثبات حسن النواية تجاه مصر بتشوف اللقاء ده إزاي لو حاولنا كده نتخيل مدار في هذا اللقاء يعني ده بيبين يعني السياسة المصرية الثابتة الاستراتيجية والرؤية وأن مصر تقف على قدمين الثابتتين وأن مصر استطاعت أن تحارب الإرهاب وأن تحافظ على مؤسساتها الوطنية وأن تدعم جيشها بحدثات يعني من خلال أحديث الجيش المصري وقوة الجيش المصر وتماسك المؤسسات الوطنية المصرية وتماسك هذه الدولة المصرية والسعي لدعم الجيوش الوطنية النظامية في المنطقة العربية ومحاربة الإرهاب والإعمار والتنمية كل ذلك بيعطي ذلك الثقة وذلك الزخم للروح المصرية والثقة في القيادة المصرية حتى أن الدولتين قطر وتركيا تسعيان حثيثا للتصار والتقارب أكثر وأكثر مصرية التركيا لما أغلقت وسائل الإعلام المحاربة على مؤسسات الدولة الوطنية أيضا استقبال شوف الأمير تميم وترحابه وسط يديه والكاميرات والفيسبوك والتواصل الاجتماعي شفنا إزاي في هذا الاهتمام وذلك الإكبار والتقدير للقيادة الرئيس السيسي خلي بالك يا أستاذ إيهاب نقطة مهمة جدا تجد أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الحديث اللي ليه هذا الإجماع من الثقة والحب والتقدير والكل يسعى إلى تلك الشراكات السياسية والاستراتيجية يعني في جنوب شرق أسيا في شرق أوروبا في غرب أوروبا في إفريقيا في أمريكا اللاتينية حتى في دول ما كناش نسمع عنها فيتنام ألبانيا يعني العالم كله بيسعى إلى تلك الشراكات القوية مع الدولة المصرية حتى الدولتين التي كانت تناكفان الدولة المصرية قطر وتركيا بنجد ذلك الانصياع وتلك الاستدارة منهما